لما اروح ليوحنة 11 ممكن واحد يقول لي المسيح وقف في يوحنة 11 عن قبر العازر ورفع صلاة لله شكر المسيح شكر في يوحنة 11 لكن ايضا شكر وقدم طلبه ليس لكي يقيم العازر لكن لكي يؤمن اليهود اللي يوقفون من خلال اقامة العازر فقال ولأجلي لكي يؤمنه انا قلت انا قلت انه قدم الشكر وغار التقديم الشكر لكي يؤمن الوقفون ان المسيح هو الله الظار في الجسد فالمسيح عندما قدم كلاما وقدم شكرا لم يكن يطلب اذنا من الله لكي يقيم العازر لكن قدم شكرا وطلب طلبه لكي يؤمن الوقفون ان المسيح هو الله الظار في الجسد لم نتقابل يا اسيس نزار مع اي مرة المسيح طلب فيها اذن من الله ان يعمل عملية خلق ده التتبع النصي لما نمشي مع النص واحدة وحدة يعني حتى رؤساء الكهنة في آية 47 في يحن 11 فجمع رؤساء الكهنة والفرسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة انتركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا فطبعا بعدين قيافة قال خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة فيعني واضح حتى من خلال معجزة أنه حتى حاولوا يتخلصوا من العازر لأنه كان آية كان علامة كان دليل لإثبات شرعية ومصداقية دعوة المسيح تمام واسمح لي برضو أرجع تاني عددين تلاتة في عدد تلاتة واثنين واربعين عندما رفع المسيح شكرا لله وقال فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا لا قبل كده بيقول عن المسيح رفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك فهو يقدم شكرا لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت قلت ماذا ليؤمنوا أنك أرسلتني لم يقل له من أجل هذا الجمع أقم أو أعطني إذن لكي أقيم لعازر لكن قال لعازر هلوم خارجا سلطان لهوت المحي أقام لعازر فخلق له جسدا جديدا ورجعت إليه الروح جسم تتبع النص إذا تتبعنا النص نتقابل مع المسيح له سلطان ذاتي في الخلق ترجمة نانسي قنقر